ازايكم يا الشباب ومعكم جوفري فويس من مطار دبي في السوق الحرة دي القطعة الزهبية اللي موجودة في مطار دبي دي قطعة الزهبية الصغيرة ودي هو الكوينز الدهبي وده القولد بار دي قطعة واحد كيلو دهب صافي عيار اربعة وعشرين. سعر كيلو الدهب بيتراوح ما بين خمسة وخمتين الف لتمانية وخمسين الف في الفين واحد وعشرين. اه طبعا ده دهب صافي عيار اربعة وعشرين. اه ما بتدفعش عليه درايب لانك بتبقى شاريه من السوق الحرة. فاي دهب انت بتشتريه من السوق الحرة ما بتدفعش عليه درايب خالص خالص خالص. اما الدهب اللي انت بتشتريه من من دبي من سوق الدهب دهب عيار اربعة وعشرين اللي موجود في سوق الدهب انت ما بتدفعش عليه درايب. لو اشتريت دهب اتنين وعشرين او اه تمنتاشر اه من سوق الدهب اه بتاخد معاك الباسبور وبيسجله اسمك اه على سيستم وانت داخل المطار بتاع دبي اه بتعمل كليم اه انك بي بيعمل لك حاجة اسمها تاكس ريفوند بيرجع لك حوالي خمسة وتمانين في المية من التاكس اللي انت دفعته ده لو انت شاري دهب اتنين وعشرين او اقل اربعة وعشرين ما بتدفعش عليها الدرايب لا في سوق الدهب ولا في المطار الدهب اللي في المطار ما بتدفعش عليها عليه درايب مهما كان العيار بتاعه يعني اي حاجة في المطار ما بتدفعش عليها الدرايب هاكد المعلومة تاني اي حاجة بتشتريها من سوق الدهب لو دهب اربعة وعشرين ما بتدفعش عليها الدرايب الدهب اقل من دهب اربعة وعشرين بتدفع درايب بس اللي بتاخد الباسبور معاك اه بيحطوا بياناتك على السيستم وانت في المطار في مطار دبي بتعمل كليم يعني بتقول لهم انا عايز اه الدرايب اللي انا دفعتها بيرجعوا بيرجعوا لك حوالي خمسة وثمانين في المية من الدرايب. اه بس بتروح مكانين مكان اه وانت بتعمل شيك ان اه للشنط اه اه ومكان بعد كده بتاخد وراء وتخش تاني اه بتاخد الفلوس. لو دفعت بالفيزا او بالمستر كارد هيرجع لك على الفيزا او المستر كارد لو دفعت كاش هيرجع لك كاش. فدي معلومة مهمة لازم كل واحد يروح دبي وحابب يشتري دهب لازم يخلي بالو منها. طبعا حاجة تاني لازم يكون معاك الريسيت اه وانت في المطار عشان خاطر اه يتعمل لك تاكس ريفوند عليه لان الريسيت ببقى عليه رقم وعليه بعناتك واسمك صحيح وطبعا الاسم في الريسيت في الوصل يعني لازم يكون مطابق لاسمك في الباسبور. ده لو انت هتشتري اي حاجة من سوق الدهب او اي حتى محل دهب في اي مول داخل اه دبي. برضك لازم تحتفظ بالوصلات علشان تخاطر تاخد تاكس ريفوند. فدي حاجة لازم كل واحد يخله بالو منها. طيب اه بالنسبة للضرايب اللي هي الضرايب على الدهب اه عيار اتنين وعشرين واقل او الضرايب عموما في دبي اه خمسة في المية. خمسة في المية درايب على اي حاجة في دبي انكلود الدهب اتنين وعشرين والعيارات الاقل. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة